وعشان كده هنلاقي عشان نقدر نتمثل ونقدر نكون متحققة فينا هذه المهارة محتاجين بعض المفاهيم وبعض الأشياء اللي بيسموها في العلوم استراتيجيات في إدارة الضغوط الزواجية أول حاجة أول حاجة نبتدي بقى نمسك الورقة وقلم ونكتب وراء بعض أول حاجة التواصل الفعال التواصل الواضح والصريح والمريح مهم جدا 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 مع شريك حياتك عشان ده بيخليك التواصل المريح ده والفعال ده بيخليك قادر على الاستماع بفاعلية والتعبير عن المشاعر والاحتياجات بصدق وتجنب سوء الفهم شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع السيدة عائشة ويبتحكي 11 قصة وهو سمع لها صلى الله عليه وسلم ويسمعها وهو مركز لدرجة ما ييجي اللحظة اللي المفروض يتدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتدخل حضرة النبي فيقول لها كنت لك كأبي زرعي ليوم زرع فين التواصل كمان اللي بيأكد التواصل الفعال إلا أنني لا أطلقكي ده رسول الله قاعد مع القصة وعارف فين المكان المناسب وبيتفاعل معها وكمان بيتفاعل مع مشاعرها وكمان التواصل لما يكون تواصل فعال بيبقى مهم جدا جدا عشان التواصل الفعال لما تيجي تسمع شريك حياتك أو لما يسمعك شريك حياتك هيحصل حالة من حالات التنفيس الرشيد اللي هو التنفيس ايه؟ التنفيس المختلط بمسألة ماذا؟ بمسألة التعاطف بمسألة الانسجام بمسألة التفهم وهو ده اللي بيخلي الشخص يقل ضغوطه وتمتص ضغوطه وعشان كده مهم جدا قبل ما ترجع بيتك تحاول قدر الإمكان أنك ما تجلبش مشاكل العمل إلى البيت وصعوباته معاك وتروح وانت معبق بكل المشكلات ده وتعمل حاجات تساعدك على أنك تقوم بده زي ما تمارس رياضة أو تسمع حاجة لطيفة أو تمشي أو تاخذ أو تسمع كل الأشياء أو تتذكر الزكريات اللي بتروح عنك كل دي أو تعمل تمارين نفس كل ده بيجلب عليك الهدوء ويخليك تستمع وتستمع بشكل جيد وتقرأ أفكار اللي قدامك ويا سلام بقى لو سمعت شيء من القرآن بأصوات المقرئين اللي بتحبهم أو ذكرت الله سبحانه وتعالى أو استغفرت الله ويا سلام بقى لو صليت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دايما كنت بحب أقول لأحبابي هم بيعملوا تمارين نفس دي لمدة عشر مرات مثلا ياخد نفس عميق وبعدها يقول بيقول إيه الله ده هيحسسك إنك بتتخلص من الضغوط كل ما تقول الله وإزاك إحنا لما بنسمع الأدان والشيخ محمد رفعت بيمد الألفاظ بيمد حية على الفلاح كده يجي 24 حركة تحس إن انت بترتاح فلما عشر مرات كده الله أو تيجي تصلى على حضرة النبي أربع مرات بالصلاة التزيح يحصل لك هدوء تاني حاجة في الاستراتيجيات دي في حل النزاعات بقى بشكل بناء إن انت تحاول بقدر الإمكان إن انت تتعلم كيفية التعامل مع الخلافات وإزاي بطريقة صحية تقدر توصل فيها للحفاظ على علاقة قوية إيه اللي حاصل تبتعد فيها عن الانتقادات الشخصية والزعي والصراخ واللوم وده يحصل إزاي لما تركز على نفس المشكلة وتديها حكمها الطبيعي وتبحث لها عن الحلول برؤة متعددة رؤيتك مع رؤيتها أو رؤيتها مع رؤيتك تقدروا تعملوا حل متعدد الرؤة وكمان مهم جدا عشان تحل النزاعات وتحل الخلافات إنك تكون على قدر كبير من المصارحة بالتحديات اللي بنواجهها وإزاي هنتعامل معها في الوقت وإزاي هنكون صراحاء مع شركاء حياتنا عشان نقدر نتجاوز التحديات دي معا إيدينا بإيدينا بعض ونخلينا في حالة دايما حالة معاونة لا مش في حالة قلق ولا في حالة وسواس وعشان كده لما شريك حياتي يبقى هو مدرك حجم التحديات والمسؤوليات اللي علينا واللي احنا شايلينها مع بعض هيقدر يساعدني وهيقدر كمان يفهم هو قد إيه ممكن يخفف عني